السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكل من حضر درس مقارنة أصول القراء العشرة معا أخذنا من كتاب تلخيصات العطرة لأصول القراء العشرة وبعدين بدأنا في كتاب آخر للشيخ سمير بسيوني بس للأسف الخط غير واضح فلا نستطيع تكمله منه فوجدنا كتاب آخر اللي هو الأصول للنيرات للشيخة آماني عشور وصلنا هنا في باب ملخص بجمع أصول القراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة نبدأ على بركة الله ويخليكم جاهزين لو لا حبيت أسألكم يعني تكونوا جاهزين على الإجابة بالنسبة لباب البسملة القراء العشرة على مذاهب في الوصل بين السورتين وهم كالتالي قال الإمام الشاطبي وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها دريتا وتحملا إثبات البسملة بين السورتين قولا واحدا لقالون ابن كثير والكسائي طبعا انت عارفين الرموز الراهل الكسائي والنون لعاصم والدال ابن كثير وأضيفة إليهم من الدرة أبو جعفر عندنا البيت تابعوا برضو من الدرة قال الإمام الشاطبي ولا نصة كلا يعني كل ده حيعطلنا حقيقة أن احنا نخلص كتلخيص للأصول العشرة لأن يعني احنا ما بندرس الشاطبي ولا الدرة دلوقتي المفروض نلم بالأصول العشرة قدر المستطاع حتى ندخل الاختبار للأصباء القادم إن شاء الله للي يحبوا يجمعوا فححاول يعني أتخطى قدر المستطاع اللي عنده جائز البسملة أو السكت أو الوصل ورش وأبو عمر وابن عمر وأضيفة إليهم من الدرة يعقوب ووصلوا كبين الصورتين فصاحتهم وصلوا سكتا كلهم جلاياه حصلا طبعا الكاف لابن عمر والجيم لورش والحاح لأبي عمر واللي بيوصل الفاء لحمزة عارفين أنتوا طبعا الكلمة دا اللي بيحفظوا الشاطبية عارفين يبقى الوصل قولا واحدا دون بسملة انفرد بيها حمزة من القراء السبعة من الشاطبية واختلف عن خلف العاشر من الدرة بين الوصل والسكت وفيه بيقولوا عنده أيضا الوصل فقط في حال وصل الصور لهم السكت بين الأربع الزهر دا أيضا اختياري وليس عند كل القراء المدود بالنسبة للمد المتصل التوسط لجميع القراء ما عادة ورش وحمزة لهم الإشباع وطبعا لازم عند كلهم ستة والعارض عند كلهم اتنين واربع وستة البدل هو بس اللي حيختلفوا فيه اللي بيمدوا هو ورش حيمد زيادة عن كل القراء التوسط والإشباع اللي لمسته اثنية بالنسبة للمد المنفصل يلحقه الصلة الكبرى القصر قولا واحدا عند ابن كثير والسوسي أبو جعفر ويعقوب قصر توسط قالون ودور أبي عمر والقصر مقدم في الأداء عندهما التوسط قولا واحدا ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر الإشباع وارش وحمز صلة ميم الجمع فيه بيقرأوها بالسكون والصلة نافع براويه هذا يعني كلام يحتاج تفصيل والصلة قولا واحدا ابن كثير وآبو جعفر حكم الصلة ميم الجمع القصر قولا واحدا قالون إذا لم يأتي طبعا ما فيش ياء لو كتبنا لم نجزوم بحاجة حرف لاني إذا لم يأتي بعدها همزة قطع ابن كثير وآبو جعفر يعني قالون ممكن يعني اختياريا إن هو يعمل قصر قولا واحدا في الصلة إذا لم يأتي بعدها همزة قطع أو إذا أتى بعدها همزة قطع وهو بيقرأ بالقصر فمش هكون عندما نحكي الطبعا فيه طيب القصر والتوسط قالون إذا أتى بعدها همزة قطع الإشباع وارش بشارة أن يأتي بعدها همزة قطع واضح الكلام حتى اللي أول مرة يحضروا واضح الكلام ولا فيه أي سؤال طيب اللي واضح عندك كلام تكتب واحد أو تكتب الحمد لله طيب في حد تكتب الحمد لله لما لك الحمد لما لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطان طيب حنتكلم على همزتين من كلمة تكون الهمزة الأولى مفتوحة طبعا لأنها همزة استفهام والتانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة هنأخذ أأنذرتهم أو أأنبئكم أو أإنا فيه ناس بيشتغلوا على الهمزة التانية لهم فيها التسهيل أو تسهيل وإبدال وتسهيل مع إدخال أو بدون إدخال وحنشوف الأحكام هنا الهمزة الأولى محققة للجميع والثانية لها أحكام كالتالي هنأخذ الهمزة التانية حكمة إيه؟ ده كلام على همزتين من كلمة واحدة تسهيل مع الإدخال قالون أبو عمر أبو جعفر ووجه لهشام هذا أنا بيعجبني فيها أن هي تعمل الجداول كده والتنصيق ده جميل أنا بحب قوي أن هي تعمل كده هذا التنصيق جميل ويسهل الفهم والشرح وكل شيء طيب يبقى لو كان فيه تسهيل مع الإدخال في المفتوحة عند قالون وأبو عمر وأبو جعفر ووجه لهشام طيب فيه لو فيه المضمومة بيعمل تسهيل مع إدخال قالون وأبو عمر لبعت أبهم أبو عمر بوجه وأبو جعفر لأن أبو عمر عنده بخلف في المضمومة طيب فيه تسهيل بدون إدخال عند مين؟ في المفتوحة ابن كثير وورش ورويس تسهيل بدون إدخال طيب في المضمومة ابن كثير هو ابن كثير ورويس يعني أيا كانت تشكيل هيا عندهم تسهيل الهمزة التانية بدون إدخال أما ورش فحيكون عنده تسهيل طبعا بدون إدخال وإبدال حيليجي يزيد على المفتوحة أهي جات هنا جات هنا طيب هنا في المضمومة ابن كثير وورش ورويس ووجه آخر لأبي عمر إحنا فاكرين أبو عمر عنده وجه هنا تسهيل مع إدخال في المضمومة وفيه عنده وجه آخر تسهيل بدون إدخال كده جميل الحمد لله الجد والمفهوم صح؟ الجد والسهل ومنصق وزميل ما شاء الله هم باك طيب بالنسبة للمكسورة تسهيل مع الإدخال قلون وأبو جعفر وأبو عمر إبقى لاحظنا اللي عندهم تسهيل مع إدخال قولاً واحداً قلون وأبو جعفر قلون وأبو جعفر طيب أبو عمر حيختلف معهم في المضمومة هيبقى عنده إدخال وعدمه وهي هشام عندي وجه بس في المفتوح طيب اللي عنده إلى جانب التسهيل بدون إدخال عنده إبدال ده ورش إذا كان بعدها ساكن تبدل ألفاً مشبعة وإذا كان بعدها متحرك تبدل ألفاً قصيرة يعني حركتين ده في المفتوحة فقط زي أأنذرته بالنسبة لهشام عنده قصة شوية في الهمزات تحقيق مع الإدخال لهشام بالإضافة إلى في المفتوحة حيكون عنده أيضاً تسهيل مع الإدخال باستثناء أعجميه وبيقرأها بهمزة واحد يقول أعجمي خلاص ما فيش بقى هندنا تسهيل ولا إدخال ولا غير أما يقول أعجمي خلاص أثقت الأولى وحقق الثاني أنهي ثانية بالظبط أوه يعني هبا بيقول أعجميه خلاص ما ندوش طيب مكسورة عنده تحقيق بدون إدخال إلا ما استثنيه طبعاً هي بتقول سبقة ذكره لأنها عندها كل القراء سبقوا واحد واحد يعني ذكرتهم واحد واحد في المضمومة التحقيق بدون إدخال إلا ما استثنيه طيب حقق الهمزتين مطلقاً الباقي بقى ابن ذكوان عاصم الكسائي روح خلف العاشر وصلاً ووقفاً حمزة وصلاً قولاً واحداً حقق الهمزات أما وقفاً عنده التسهيل و يا إما تسهيلي إما إبدالي إما حالف بقى عنده شغل طبعاً إحنا بنكلمة الهمزتين من كلمة يعني الهمزتين في الأول فحيبقى أحد الوجهين في الوقف يعني ممكن يكون عنده تسهيل في الثانية أو إبدال لأ ما يكون همزتين عنده تسهيل في الثانية طيب همزتين من كلمتين حنأخذ ألف وبيه متفقتان في الحركة الاثنين مفتوحين أو الاثنين مكسورين أو الاثنين مضمومين جاء أحد هنعمل فيها إيه يا ترى الأولاني مد مبتصل الأولاني مد مبتصل والتاني أياً كان الكلمة ممكن تبقى مد مبتصل أو غيره طيب قالون والبزي وأبو عمر لهم إسقاط الأولى مع القاصر ثم التوسط في المفتوحتين قالون والبزي والبزي ماشي زي قالون وأبو عمر أبو عمر بيسقط في كل الأحوال هتلاقيه هنا وهنا وهنا إسقاط الأولى مع القاصر ثم التوسط طبعاً لأنه أسقطوا فبيبقى القاصر مقدم عن التوسط ورش وكمبل ورويس وأبو جعفر لهم تسهيل الثانية لهم تسهيل الثانية يبقى دلوقتي اختلف القراء مين فاكرة القانون مين تكتب لي القانون اللي كنا بنقول عليه الهمزات نقط نقط يعني قملي النقط تكتب إيه؟ القراء الهمزات نقط القراء نكتب الهمزات إيه؟ مين فاكرة؟ الهمزات عكس القراء عكسهم في إيه؟ يعني إذا اتفقت الهمزات طبعاً الهمزات اتفقت بحركة هيحصل إيه للرواة؟ لما هم عكس بعض إذا اتفقت الهمزات هيحصل إيه للرواة؟ كتبوا يا بنات حتى اللي أول مرة تسمع هيختلف الرواة لما يختلف الرواة طبعاً ننتكلم على نافع وابن كثير يبقى كل راوي يروح لهمزته فالأول حيروح للهمزة الأولى والتاني يروح للهمزة التانية فده يسهلك لو حقصت كلمتين دول إن الهمزات عكس الرواة إذا اتفقت الهمزات اختلف الرواة كل رواة حيروح لهمزة طب إذا العكس إذا اختلفت الهمزات اتفق الرواة على الهمزة التانية ده هناخده في الصفحة اللي بعدها طب بالوقت عرفنا سواء مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين الرواة الأول اللي هو قلون حيشتغل على الأولى هنا على الأولى هنا على الأولى هنا وزي البز طبعاً الرواة التانية اللي هو ورش حيشتغل على التانية هنا التانية هنا التانية هنا ومثله كومبو سهلة كده الحمد لله ما نحفظ الحتة اللي قلناها إن هي إيه؟ إن الهمزات عكس الرواة فإذا اتفقت الهمزات اختلف الرواقل رو يروح لهمزته فقالون حيروح للأولى هعمل إيه فيها لو كانوا مفتوحتين حيسقط الأولى مع القصر ثم التوسط طيب هنا كتبنا ورش وكمبل وروايس حيروحوا للتانية بتوع الدر على طول بيشتغلوا على التانية سواء همزتين من كلمة أو همزتين من كلمتين بيشتغلوا على التانية على طول عندهم التسهيل بس أبو جعفر هيختلف في الندية فيها إدخال بس لما يكون همزتين من كلمة واحدة أنه فيها عنده الإدخال أما غير كده هيكون بس عنده التسهيل طيب أبو جعفر وورش وكمبل وروايس لهم التسهيل التانية وفيه وجه آخر لورش في المفتوحتين ولكمبل وهو إبدال الثانية حرف مد مع القصر إذا أتى بعدها متحرك وابل مد إذا أتى بعدها ساكن طبعا عارفين وفاهمين وحفظين صح بس أحب يعني أسمع منكم سهل فاهمين متابعين عارفين أي حاجة كده رد فعل من عندكم طيب في المكسورتين من السماء إلى الحمد لله طيب قالون والبزي عندهم إيه في الأولى تسهيل الأولى عندهم تسهيل هنا وهنا هيبقى فيه تسهيل بس بيسقطوا لما تكون مفتوحتين أما أبو عمر بيسكت في كل الأحوال طيب هنا يبقى قالون والبزي عند التسهيل الأولى مع التوسط ثم القصر عكسنا عن هنا ليه عملنا هنا قصر الأول لأن أسقطنا لفتح الهمزة بالكلية أما هنا تسهيل يعني لها أثر فهنجيب ما زال يعني كأنه الماد المتصف نجيب التوسط الأول ثم القصر يقالون بالبزي في كلمة بالسوء إلا ثلاثة أولى الوجهان السابقان وعنده إبدال ثم إضغاء بالسوء إلا أبو ورشو كنبل وأبو جعفر حيشتغلوا على إيه وروايس الهمزة الثانية زي ما اتفقنا يعملوا إيه فيها تسهيل ما ندمش الله التسهيل طيب فيه وجه تاني الورش أيوة فيه وجه تاني الورش وكمبل لأن كنبل تابع ورش الفرق بينهم أن اللي بيمد المتصل أربعة هو كنبل وبيمده ستة هو ورش ده الفرق طيب ورش وكمبل عندهم إبدال الثانية ياء المادية مع الإشباع إذا أتى بعدها ساكن والقصر إذا بعدها إيه متحرك فيه وجه ثالث لورش فيه كلمتين ها الاختبار ورش الأسبوع القادم خلي بالكم فيه كلمتين اللي هي هؤلاء إن والبغاء إن بنبدلها يا خالصة مكسورة زي ما قلنا هؤلاء ين زي الين الياباني أبو عمر عنده إسقاط الأولى مع القصر ثم التوسط لأنه هو بيسقط فيه يبقى القصر الأول في كل الأحوال عنده إسقاط يبقى القصر أولا ثم التوسط طيب بالنسبة لأولياء أولئك وطبعا كل أنا عارفيني إن دي كلمة الوحيدة بصورة إيه يلا كتبوا بصورة إيه كلمة دي أولياء أولئك قالون والبزي تسهيل الأولى مع التوسط ثم القصر فيش حد فيك عارف آه اللي هي الهمزتين الواحدتين من كلمتين مضمومتين في هذه الآية وفي هذه السورة أخيرا حد كتب الأحقاف الحمد لله رب العالمين طيب آه قالون والبزي عندهم التسهيل مثل في المكسورتين والمضمومتين يعني الاثنين مع بعض عندهم التسهيل فيبقى عندهم التوسط ثم القصر ورش وقنبل وروايس وأبو جعفر دول بيسهلوا الأولى خلي بالكم اللي هو قالون والبزي أما ورش وقنبل وروايس وأبو جعفر عندهم تسهيل التاني في وجه آخر الورش وقنبل ها ابدالها حرف المد مع القصر طبعا هتمديها إيه آه أبو عمر له إسقاط الهمزة الأولى مع القصر ثم توسط سؤالي هنا ليه هم قالوا هنا مع القصر لغم أن الوا وفوقها سكون ها من تجاوب لماذا لا تمد لماذا ها تسقط لا تلفظ بر رسما فقط لا تقرأ طب أنا قلت فوقها سكون ما حدش هيصلح رسما فقط اسمه السفر اسمه السفر المستدير وليس سكون هذا ليس سكون ها اسمه السفر مستدير أي حرف تلاقي عليه السفر المستدير ما بنقرأه في القرآن زي الألف الفارقة طبعي كم به العمل في الهمزتين من كلمتين لأهل سما وأبي جعفر ورويس فقط العمل في الهمزتين من كلمتين لأهل سما كم هم أهل سما كم قارئ كم قارئ عدد دوني بس رقم ثلاث اللي هو نافع و ابن كثير وأبو عمر دول بس بيشتغلوا عليهم من فوق من عند الشاطبية وتحت في الدرة أبو جعفر ورويس والبقى يكون لهم التحقيق فيهما طيب نتكلم على الهمزتين من كلمتين كده هندخل على المختلفتين في الحركة لما يختلفوا الهمزات في الحركات هيتفق الرواه على الهمزة التانية ويطبقوا فيها قانون يقول ايه مين حفظة فتح الاولى هيعمل ايه في التانية يسهل فتح التانية هيعمل ايه في التانية يبدلها واذا ما في مفتوحة هيبدلها وسهل طيب طيب نشوفو هنا تفيئة إيلا هنا تفيئة الهمزة الأولى هي المفتوحة يبقى سهل الثاني شوفوا الكل على التانية هنا ها يكون الأولى مفتوحة والتانية مكسورة نحو تفيئة إيلا فهيقرؤوها ازاي أهل السماء والاتنين اللي تحت أبو جعفر وروايس تفيئة إيلا طيب يبقى الحكم سهل الثاني طيب أنت تكون الأولى مفتوحة هي المفتوحة والتانية مضمومة ما هو لما يكونوا لهمزات مختلفات والأولى هي المفتوحة يبقى التانية ما رح تكون مكسورة وما رح تكون مضمومة طيب مش مهمة هو في الحالتين حنسهل في الحالتين حنسهلها المهم من فين المفتوحة إذا الأولى سهل الثانية إذا التانية ابدليها إذا ما في مفتوحة ابدليه سهل النوع الثالث أن تكون الأولى مضمومة والتانية مكسورة يبقى هنا ما فيه مفتوح يبقى هنعمل إيه؟ عندنا إبدال واوان ليه أبدالنا الهمزة التانية واوان لأن يشاء الهمزة اللي قبلها مضمومة وحتسهليها برضو هتسهلي الهمزة التانية السفهاء ألا يبقى عندك يشاء إلى خلاص هي ما فيهاش إلا وجها واحدة هل ممكن أجد في القرآن عكس هذا الوضع يعني أجد الهمزة الأولى مكسورة والتانية مضمومة ما فيه ما فيه في القرآن الأولى مكسورة والتانية مضمومة عندناش إلا الأولى مضمومة والتانية مكسور يعني اللي هي ما فيهاش مفتوحة ما فيهاش اللي وضع واحد ففي أنت كل الأحوال كل الكلمات يعني هتبدلي الهمزة التانية واوان ما فيش إبدالها يائم بأن ما عندنا في القرآن كلمة بالعكس فالمهم احنا ندخل على النوع الرابع أن الأولى تكون مظلومة والتانية مفتوحة طالما التانية المفتوحة يبقى هنبدلها حسب بقى الحركة بتاعت الهمزة اللي قبلها السفهاء ألا يبقى هتقولي السفهاء ولا هتبدليها واوا وعندك واجع كمان لما تكون التانية المفتوحة ممكن يأتي قبلها كاسرة السمائي أو طيب يبقى هنبدلها يو السمائي يو بدلناها ياء وبنخلي نفس الحركة يعني بنخلي الفتحة زي ما هي سواء على الواو السفهاء أولى أو على اليا السمائي يو طيب بنخلي الفتحة على الحركة اللي هنبدل اتفقنا افعو ابن كسير شوفي عددهم بقى كام شوفي عددهم نافعو ابن كسير وابو عمر وابو جعفر كل دول قراءة يعني فيهم اتنينات من الرواه هذه اتنين اربعة ستة تمانية وروايس تسعة على حكم الهمزتين في الأنواع الخمسة المتقدمة بيزيد معاهم مين لو خدنا الكبرى بيزيد مين من الكبرى اتفق معهم حمزة وقفا على الهمزتين في أحد الوجهين عنهم بيكون لهم التحقق وصم وقفا طيب مش وقته للأسئلة ديت احنا بناخد الأصول لقراءات العشرة طيب ايوة هو من اللي حيزيد معانا لو خدنا الطيبة أو القراءات الكبرى حيزيد ها مين الأصبهاني أصبهاني عن ورش طيب بالنسبة للهمز المفرد الساكن ورش والسوسي وأبو جعفر لهم إبدال بس يختلفوا في إيه ورش بيبدل فائل كلمة فقط فقط فائل كلمة معادة جملة المأوى أو يعني الإيواء طيب زي يؤمنون اللي همزة سكنة هتبقى يؤمنون باستثناء لغض المأوى ومشتقاته وبيبدل عين الكلمة في ثلاث كلمات الذئب وبئر وبئس برضو فيهم سكنة لكن ليست فائل كلمة حيقول الذئب بير بيس طيب بالنسبة للسوسي بيبدل فائل كلمة أو عين كلمة أو لم كلمة بس ليه مستثنيات حد يعرف المستثنيات يأكل هنا فائل كلمة هتبقى يأكل عين الكلمة البأس هتبقى الباس لم الكلمة جئتي هتبقى جيتي لأنها من جاءة هتبقى لم الكلمة له مستثنيات من ذلك عارفينه طيب بالنسبة لأبي جعفق فالكلمة يؤمن يبدلها يؤمن عين الكلمة الذئب يقول الذئب لم الكلمة شئتي لا جملة مقوى جملة المقوى ده كان بالنسبة ليه أيوة اللي وارش لوارش أما بالنسبة للسوسي فيه مستثنيات معينة ها غير مقصدة هي سعرة مش هنا همة مش هنا اللي بجمع مش هنا ها سعرة مش بتجاوبي ليه طيب معدى المجزوم نهملة ها مجزوم يعني مدارع مجزوم أو الأمر مبني فبيسموه مجزوم وخلاص اختصارا بس دخل حالا عشان كده ما بتجاوبي طيب لم الكلمة مثل شئتي شيء اكتب لنا طيب ايه مستثنيات الإبدال عند عند السوسي بيبدال فأ كلمة عين كلمة لم كلمة ولا مستثنيات من ذلك عرفاهم هشو هشا ونس ها هاي ها هشا نش ها مجزوم ايو طيب وستثني ابو جعفر استثناء كلمتين من أنبئهم ونبئهم ما يبدلها أنبئهم في البقرة ونبئهم في الحجر والقمر له فيهما التحقيق ورئية وللرؤية له فيهما الإضغام يعني رية أو للرية خيب وللقراء الثلاثة في همزة القطع الساكنة بعد همزة الوصل ابدال الهمزة الساكنة حرف المادة من جنس حركة ما قبلها وصلا في الأفعال مثل فرعون وتوني هنبدل ايه هنا همزة الهمزة الساكنة اكتبوا يا بنات هنبدلها هواوا لأن النوم قبلها مضمومة طيب في السماوات هبدلها ايه لهمزة الساكنة هنا وصلا نتكلم وصلا ايوه في السماوات في تون هاي الهمزة المفرد المتحرك قبلها متحرك نسبة الورش وابي جعفر مفتوحة بعد ضم وتكون فاءً للكلمة مؤجلة دي قياسية حيبدلها موجلة سماعية لألا ولأهبة حيبدلها يا أن خالصة تم مفتوحة واشترك معه في الثاني قالون بخلف وأبو عمر ويعقوب ليلا هنا ليهبة قف ليهبة لو الإبدال في منساته اشترك معه قالون وأبو عمر وأبو جعفر سألة 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 اشترك معه قالون وابن عمر وأبو جعفر النسي أضغم الهمزة في الياء فتصبح هي أم شددة اشترك معه وأبو جعفر طيب بالنسبة الهمزة المفتوحة وهنا همزة مكسور دي كانت مفتوحة بعد ضم وهنا هنا مفتوحة وخلاص يعني عموما مفتوحة وهنا همزة مفتوحة قبلها فتح أو قبلها مسبوقة باستفهام أو قبلها ضم قبلها فتح مسبوقة باستفهام أراعيت له فيها التسهيل اشترك معه قصدها قالون أبو جعفر اشترك معه نافع ولورش وجه آخر لإبدال سؤال هنا هل ورش له لإبدال في هذه الكلمة عموما عموما الجوبة يا بنات بالسرعة شوية كل الورشيات خرجوا وصلا فقط نعم وصلا فقط وصلا وجهان وقفا تسهيل فقط كده كلام جميل طيب الكسائي له فيها الإسقاط يعملها ازاي هرايت قبلها فتح مثل متكأ له فيها الحرف دمين ده أبو جعفر متكأ ما فيش همزة خلاص قبلها ضم مثل يؤاخذ له فيها الإبدال واشترك معه ورش يواخذ ابن وردان له التحقيق في يؤيد طيب طيب قبلها كسر 13 كلمة مثل رياء لو فيها الإبدال رياء رأيها رياء لأبي جعفر موطئة تحقيق الإبدال موطئة وموطية نبدلها ياء لأنه قبلها مكسور بالنسبة لهمزة مكسورة لأبي جعفر وقبلها كسر وبعدها ياء يبقى حنحذف الحاطين مضمومة له الحذف فيها أما يكون قبلها كسر مستهزون ابن وردان له التحقيق والحذف في المنشئون المنشون والمنشئون قبلها فتح فيه ثلاث كلمات يطون تطوها تطوهم أحكام بعض الكلمات هزو و وصلا في عندنا هز آ يعني زا سكنة حمزة وخلاف العشر لو عندهم سكن حياسكتوا هنا قبل الهمزة طيب هزوة ده حفص الباقين يقوله هزوة يعني ضم ازاي وعندهم همزة لو حيث ما عندهش همزة يعني عنده قدال اللي هو حفص هزوة طبعاً ده وصلاً وقفاً هيبقى فيه شغل بقى لحمزة هتبقى هزة أو هزوة في الحالتين ازاي ساكنة عنده نقر هز آ الهمزة مفتوح هناخد حركتها نحطها على هناخد حركتها ونضاها على ازاي هتبقى هزة طبعاً السيكون ديت غلطة ها أو هزوة طيب بالنسبة لحفص خلاص هي مش بتكلمة لهم حفص هو حفص وصلاً وقفاً هزوة زي ما هي خلف العاشر أيضاً هيبقى زي ما هو إلا لو حنكلمة على إدريس لو عنده سكت حيبقى فيه عنده سكت طيب الباقيين زي ما هما هزوة اللي اختلف حمزة فقط بالنسبة لكوف هو كوف عندهم الفاء سكنة حمزة ويعقوب وخلف العاشر يبقى لو هيقف عليها حمزة هتبقى كوف أو كوفة نقلوا إدغام نقل أيها حركة الهمزة إلى الفاء وخزفنا الهمزة كوفة خيب آآ كوفوان ده حفص زي ما هو وصلاً وقفاً كوفوان باقيين وصلاً وقفاً بالنسبة للعاشر ويعقوب زي ما هما يعني كلهم زي ما هما إلا بس حمزة اللي اختلف اسم الكلمة رقوف في بيقوله رقوف وفي قوله رقوف اللي بيقوله رقوف أبو عمر وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر أربعة من الشاطبية أبو عمر وشعبة وحمزة والكسائي يعقوب وخلف العاشر طيب اللي بيقوله رقوف نافع وإبن كثير وإبن عمر وحفص وأبو جعف طيب مين يمد رقوف مين يمد دهن مد إيه ده مد بده ورش طيب النسبة للولاقي فيه بيحزفوا الياء فيه بيسهلوا بعد ما يحزفوا الياء وفيه بيحققوا وفيه ما بيحزفوش الياء فايل وفيه بيبدلوا الهمزة قرأ بحذف الياء يعني يقرعها اللاء قالون وكمبل ويعقوب وبيحققوا كمان واصلا ووقفا مع أحكام المد المتصل المتطرب بيحققوا لهمزات الثلاثة دول اللاء همزة محقق طيب قرأ بحذف الياء ورش وأبو جعفر واصلا ورش بيسهل بالمد والقصر ستة واثنين وأبو جعفر سهل بالتوسط والقصر وقفا إبدالياء بالإشباع للاثنين طبعا هتبقى إياه سكنة ما يكون فعالية هتبقى سكنة فبد المد بالإشباع المد لازم كلمي مخفف ورش سهل أيضا بالروم مع المد والقصر وقفا أبو جعفر سهل بالروم مع التوسط والقصر فقد قرأ بحذف الياء يعملها اللاء البزي وأبو عمر واصلا وقفا وإبدال الياء بالمد يعني ياء سكن مثل هذي وتسهيل مع التوسط والقصر بعد ما حذفوا الياء ده عنده التحقيق التلاتة دول عنده التحقيق بربطهم الزهنة بالقاف كلهم فيهم قاف قالون وقنبل ويعقوب خيب دول التلاتة حذفوا الياء مع التحقيق التحقيق فيها قاف هم التلاتة فيهم قاف الحمد لله سهلة كده وبعدين في حذف الياء مع التسهيل والإبدال إبداء ياء بالمد وتسهيل مع التوسط والقصر وفي الوقف التسهيل بيكون بالرون سواء اللي بيسهله هنا أو اللي بيسهله هنا طيب دلوقتي بالنسبة للورش عنده التسهيل وصلا بالمد والقصر وأبو جعفر مثله يعني ماشي مثله إنما البزي وأبو عمر إلى جانب التسهيل مع التوسط والقصر عندهم الإبدال أيضا وصلا وصلا وقف بس حيفر التسهيل وصلا ما فيوش راو أما وقفا اللي حيعملو فيه الراو أما إبدال ياء بالإشباع هذا وقفا فقط بالنسبة للورش وأبو جعفر أما بالنسبة للبزي وأبو عمر وصلا وصلا وقفا يعني زاد عندهم الأوجة الباكون لهم إثبات الهمزة والياء وصلا وقفا كفيهم يعني مع إبن عمر خيب عادن الأولى وصلا قالون عادن الأولى همزة سكنة ورشو أبو عمر وأبو جعفر ويعقوب عادن الأولى طبعا اللي بيقلل هيقول لولى قول بيكون عادن الأولى طبعا ما يبدأوا بكلمة الأولى هيبدأوا إزاي طبعا المقدم الأولى مثل حفص بعدين بالنسبة للقالون لؤلى لؤلى ورش لا وأبو عمر وأبو جعفر ويعقوب نفس الكلام المقدم الأولى وبعدين الأولى مع تثريس البدل المغير لورش بعدين الأولى مع قصر البدل المغير لورش والأولى مثل حفص تحسبوهم ومشتقض نافع ابن كثير وأبو عمر ليه بالياء بس مش بك والكسائي ويعقوب وخلف العاشر يقولوا تحسبوهم بالكسر كسر السين اللي بيفتحها مين ابن عمر وعاصم وحمزة وأبو جعفر أبو جعفر خالف نافع في هذه النقطة طيب آل آنا وصلا 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 قلون وابن وردان لهم النقل في همزة القطعة الثانية وعليها إبدال همزة الوصل ألفا مشبعة وأصلا خلينا نقولها باختصار كده آل آنا أو آل آنا كل الكراء يجوا على الهمزة التانية يبدلوها ألفا مشبعة لأنه وراها ساكن أو يسهلوها كل الكراء طيب اللي بيزودوا الأوجه بيعملوا يجوا على الهمزة التانية ينقلوا حركتها للساكن فقيت آلانة آلانة يعني هتبقى آلانة هنا في بقى يمد هذا آآ اتنين واربعة وستة وصلا اللي هو البدل يعني ده آآ هيكون ورش طيب فيه وقفا لأنه ده عرض السكون هيكون للكل فيه بعد ما خلوا اللم مفتوحة هيبقى قصر بعد ما يبدلوا هذي الألف هيقصروها لأنه وراها مفتوح دلوقتي أصبح وراها مفتوح مش كان ساكن أصبح مفتوحة بالنسبة لقالون ابن وردان لهم النقل في همزة القطعة التانية وعليها يعني همزة القطعة التانية ديت حينقله حركتها للانة بقى عندنا لانة دلوقتي إبدال همزة الوصل ألفا مشبعا وإبدالها ألفا مع القصر وتسهيل همزة الوصل كده واضحة الأوجه والحمد لله يعني إبدالها همزة الوصل ألفا مشبعا الكل تسهيل همزة الوصل الكل اللي زاد عندهم إبدالها ألفا مع القصر ليه ده زاد أنا عندهم نقل لما نقلوا حركة الهمزة التانية للقطعة للام أصبح لما تبدلي بتقصري لأنه وراء متحرك صح مالفوما دي الحمد لله سهلا الحمد لله طيب بالنسبة للورش بيبدل همزة الوصل ألفا مشبعا مع تثليس البدل المغير بالنقل ورش بيثلث البدل مع الوجه الأول ويثلثه مع الوجه الأخير مع التسهيل بيثلث مع إبدال الإشباع بيثلث اللي هم الوجهين اللي عنده كل القراء طيب أما لما حنقصر حيقصر البدل طيب الإبدال مع القصر حيعمل مع قصر بقى يبقى إبدال همزة الوصل ألفا مشبعا مع تثليس البدل المغير بالنقل إبدالها ألفا مع القصر مع قصر البدل المغير بالنقل هنا بس قصر مع قصر بس همزة الوصل مع تثليس البدل المغير بالنقل كده سهل الحمد لله يعني في الحالتين اللي كل القراء بيعملهم هو عنده تثليس بدل فيها لو قصر حيقصر بس خلص سهل ده وصلا ها حتزيد بقى في الوقفة انه حيبقى زيها زي الباقيين لان ايه؟ عرض للسكون حيكون عرض للسكون لكل ثلاثة اوجه فهي تبقى الكلمة دي بالنسبة للورش وصلا فيها كام؟ ثلاثة وثلاثة ووحدة يبقى سبعة وصلا وتسعة وقفة سهلا ان شاء الله طيب الباقون عندهم ابدال همزة الوصل ألفا مش بعد سهلا مع القاصر بالنسبة لنافع وابن وردان على كل وجه من اوجه الوصل ثلاثة العرض للسكون نكلم واقفا ها؟ ثلاثة العرض للسكون اللي عمله ناقل يعني طيب حمزة اوجه النقل والسكت ها عشان حمزة هيقف عليها اوجه النقل والسكت مع الماد والتسهيل وعلى كل منهم ثلاثة العرض يعني مش بس هو هيعمل نقل زي اللي بيعمله نقل كمان هو عنده هنا عشان الحرف قبل الهمزة هنا ساك يعني يعمل آل آنا أو آل آنا يبقى عنده إلى جانب النقل عنده إيه؟ سكت مع الماد والتسهيل في حالة الماد أو التسهيل وعلى كل منهم ممكن ثلاثة العرض أول بقول عندهم إيه؟ إبدال وتسهيل ثلاثة عرض برضو السكون مع الإبدال والتسهيل الحمد لله مفهومة؟ نسبة لها أنتم في عندهم الألف يعني ماد منفصل قبل الهمزة القطع فحسب بقى هما بيمدوا 2 أو 4 أو 6 وفيه بيسهلوا الهمزة وفيه بيحققوها فيه ما عندهمش الألف مين هما؟ مين يعرف؟ مين ما عندهمش الألف؟ يعني من الهي للهمزة مباشرة ها؟ طيب هما ورش وكمبل يبقى اللي بيس بيت الألف مع تسهيل الهمزة قالونه أبو عمرو أبو جعفر دول أيضا مشتركين في حاجة تانية موضوع إيه؟ تسهيل التانية مع الإدخال صح؟ فيه الهمزتين من كلمة فهم التلاتة مشتركين فيها أنتم إن عندهم ماد منفصل وبيسهلوا الهمزة يبقى إثبات الألف مع تسهيل الهمزة قالونه أبو عمرو أبو جعفر طيب فيه حذف الألف مع تسهيل الهمزة وإبدالها بالماد ده ورش حذف الألف وتحقيق الهمزة ده كومبل طيب إثبات الألف وتحقيق الهمزة البزي ده تحقيق همزة كومبل وتحقيق همزة البزي بس الفرق بينهم إن كومبل ما عندهوش ألف وبزي عنده ألف علشان كده ما حقناهمش هنا إن اختلفوا واحد عنده ألف واحد ما عندهوش ألف بس ده تسهيل ده تحقيق ناخد بلنا من حتة ده البزي وبن عامر وعاصم ده إثبات ألف مع تحقيق الهمزة بزي وبن عامر وعاصم وحمزة والكساء ويعقوب وخلف العاشر وكل النعلم الزهبي في الموم فاصل وكمان عندنا البزي حيختلف عنهم فإنهو عنده صلة ميم الجمع طيب الحمد لله سهلة الجدول دي جميلة سهل الموضوع النسبة لميم الجمع أقسام ميم الجمع بالنظر إلى ما بعدها أولاً اللي بعدها متحرك عليكم أنفسكم أو عليهم غير المغضوبة في عندنا الصلة قولاً واحداً لابن كثير وابي جعب لمدة حركتين سواء وقع بعدها همزة قطع أو لا في سكون وصلة لقالون الإسكان أو الصلة مع قصر إذا لم يأتي بعدها همزة قطع أو حتى ممكن لما يجي بعدها همزة قطع وهو بيقرأ بالقصر والصلة مع القصر أو التوسط إذا وقع بعدها أهي الصلة مع القصر أو التوسط إذا وقع بعدها همزة قطع طيب بالنسبة الورش عنده صلة إذا وقع بعدها همزة قطع يمدها ست حركات باقي القرأ السكون قولاً واحداً باقي القرأ وورش معهم إذا لم يأتي بعدها همزة قطع الورش بس إنما تبقى القرأ مفيش طيب إذا كان بعدها ساكن وليس قبلها هاء عليكم و القتاله كل القرأ بيضمه هم؟ واصلاً بتضم واصلاً والسكون وقفه المين يعني؟ عليكم و أو عليكم عليكم و القتاله أو عليكم بس طيب لو قبلها هاء هيبقى في عندنا فريقين قبل الهاء ياء أو قبل الهاء كسر طيب عليهم هننقسم بقى فيه هيخلوا الكسر زي ما هي والضم زي ما هي وفيه هيقولوا لأ تعالوا نحط الاتنين كسر وفيه يقولوا لأ تعالوا نخلوا الاتنين ضم اللي بيخلوا الاتنين ضمه اللي هو حمزة والكسائي والعاشر واللي يخلوا الاتنين كسره أبو عمر ورويس أو يعقوب يعني سرويس بيتميز بحاجة طيب والباقي بيقرؤوا كسره وضمه طيب هنا اللي بيخلوا الاتنين كسره وضمه الباقي خليها الباقي اللي بيكسروا الاتنين أبو عمر ورويس أو أبو عمر ويعقوب أبو عمر ويعقوب طيب واللي بيضموا الاتنين هما نفسهم اللي هما كانوا حمزة والكسائي والعاشر والباقي يقرؤوا كسره وضمه يبقى أبو عمر بيكسر الميم والهاء دي حمزة ويعقوبوا خلاف العاشر بيضم الهاء والميم باقي القراء كسرهاء ضم الميم لو أصلا طيب لو رجعنا نخليها عليهم بس فيها يعني كلنا هسكن الميم صح؟ كلنا هسكن الميم بس فيها يخلوها هاء مكسوع وفيها عندهم بضمه وصلا وفا مين حمزة حمزة بضم الهاء مطلقا فقط في إليهم علي هيقول إليهم عليهم لديهم يعقوب بضم الهاء في كل المواضع باقي القراء بكسر الهاء مطلقة خيب بالنسبة ليه اللي هي الهاء قبلها كسر واصلا أبو عمر ويعقوب بكسر الميم والهاء حمزة والكساء وخلاف العاشر ويعقوب لا هنا يعقوب اختلف حمزة والكساء وخلاف العاشر بضم الهاء والميم لرويس فقط الضم إذا كان قبل الهاء محذو فال البناء أو الجزم في ثلاث مواضع ويلهيه هم الأمل يغنيهم 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 الله وقيهم السيئات شوية بتبقى صعبة في النوتكم مش بتعودين عليها طيب جميع القراء بسكون الميم وكسر الهاء لو وقفنا عليها يعني واصلا وقفا رويس بسكون الميم وضم الهاء إذا حزفت الياء للبناء أو الجزم في أربعة عشر موضع متر أتيهم ضعفين وإذا لم تأتيهم الخلاصة في الهاء والميم ليس بعدها ساكن لحمزة ويعقوب في الهاء والميم ليس بعدها ساكن لحمزة ويعقوب لديهم فارحون حمزة ويعقوب حمزة فقط ثلاث كلمات إليهم عليهم لديهم بضم الهاء وصنور طب يعقوب يضم الهاء إذا سبقت بياء ويسكن الميم وصلا وقفا وإذا سبقت الهاء سبقت الهاء ياء محذوفة للبناء أو الجزم في أحداشر موضعا أو أحداشر موضعا فالحكم رويس بضم الهاء وسكون الميم وصلا وقفا وروح هيكسر يعني يعقوب هينقسم اثنين لما يكون فيه ياء محذوفة للجزم أو للبناء رويس بس اللي هيضم وروح هيكسر الهاء وسكون الميم كباقي القراء طيب تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل منعا من التقاء الساكنين جميع القراء بيحركوا بالكسر للتقاء الساكنين إذا كانت همزة الوصل مفتوحة أو مكسورة بتبقى انمشوا ديت هتقولي ثالث حرف مضموم لو بتعدي من همزة الوصل لكن هو مضموم ضم ليس أصلين ليس أصلين ليه لأن أصلاه امشيوا من امشي امشيوا بس حذفنا الياء للتقاء الساكنين وضمة الشين فالضمة عارضة أما إذا كان ابنه مثلها كم كلمة كلمة أما إذا كانت همزة الوصل مضمومة ابتداءا فتيلا ونبور حينقسم القراء بعض القراء يحركها إلى الضم والبعض يحركها بالكسر التحريك بالضم نافع وابن كثير وابن عمر والكساء وأبو جعفر وخلاف العشر والابن ذاكوان في التنوين في التنوين بس وجه آخر بالكسر يعني هيضمه ويكسر برحمة نو دخلوها أو برحمة ندخلوها خبيثة نو جتثة أو جتثة هكذا أبو عمر بضم لفظ قل وأو في خمس مواضع فقط قل وضعوا عرفوس إسراء وسبق قل ونظروا في يونس وابو عمر ويعقوب ضم لفظ أو في ثلاثة مواضع أو خردوا أو انقص أو وضعوا طيب بالنسبة لي تحريك بالكسر أبو عمر في بقية الكلمات المفاش كل أو أو وعاصم عموما يعني وحمزة ويعقوب إلا مستوثنية لأبي عمر بابن ذاكوان ويعقوب طيب الوقف على مرسوم الخط في بيقف بالهاء على المؤنث المفرد المفتوحة هيقفوا ازاي؟ ابن كثير وأبو عمر والكسائي ويعقوب هيقفوا بالهاء على تق المؤنث المفرد المفتوح زاد للكسائي انفرد الكسائي بالوقف على هذه الكلمات بالهاء وهي ليست تقميث اللات يقف عليها الله مرضاه هيها ذاه ذاه ولاه طيب يا أبتي الوقف على بعض الكلمات بس يا أبتي أو يا أبتة سعاد بيب عندهم برضو بالفتح يقف عليها بالهاء ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب أيها عندنا ثلاثة منها في القرآن يقف عليها بالألف أبو عمر والكسائي ويعقوب رغم ان هي مفاش ألف مكتوبة كده عشان وراها ساكل محزوف منها الألف يعني في رسم المصح لكن هما هيقفوا عليها بالألف يعني يرجعوا لها الألف اللي كانت محزوفة يقف على ما من مال هؤلاء أو مال الذين أو مال الرسول في أربع مواضع لأبي عمر والكسائي مال استفهمية المسبوقة بحرف الجر مثل فيما وعما ومما ولما وبيما يقف عليها يعقوب بالهاء والبزي بخلف عنها الإشمام فيه إشمام الكسر بصوت الضم سيئة سيئة حيلة سيقة قيلة ويضة ريئة سيئة وسيئة بس نافع وأبو جعف وندخلنا معهم حيلة وسيقة دخل ابن عمر وكلهم يبقى هشام والكساء والرويس إشمام صوت الصاد بإزاي فيه كلمة الصراط حمزة الموضع الأول من سورة الفتحة وخلف فيه المصحف كله خلف عن حمزة جميع ما جاء في القرآن طيب بالنسبة لكمبل ورويس قراءها بالسين خالصة بفرق بينهم أنكمبل عنده صلة من جمع طيب صاد ساكنة بعدها دال مثل يصدفون بيقرآه بالإشمام حمزة والكساء ورويس وخلف العشر دخل معهم رويس النسبة للإمالة في ذوات الياء أو على وزن فعلة مثلث الفاء في إمالة لرأس آية حمزة والكساء وخلف العشر قولا واحدا وقفا واصلا لغير المنونة لأن المنونة واصلا ما ينفعش تمليلها إمالة خلاص الحرف اللي هتنايلي اتحذف بسبب بالنون الساكنة بتاعت التنينة في لفظان فقط لشعبة اللي هي سوة وسودة سوة في طاها وسودة في القيام بس شعبة بنائل كلمتين فقط طيب لو ليس رأس آية حمزة والكساء وخلف العشر قولا واحدا مقفا واصلا في غير المنونة طبعا في لفظان اللي هي رمى في الأنفال وأعمى في الإسراء هي أعمى في موضعين في الإسراء في ناس بميله الاتنين في ناس بميله واحدة بس لشعبة ووافقه يعقوب في الموضع الأول يعني رغم يعقوب عندوش إمالات لكن جيه عندي ديتهم ميله طيب في رأس آية في التقليل بقى ورش وأبو عمر قولا واحدا سواء كانت على وزن فعله أو لا دي نقطة مهمة بالنسبة لأبي عمر حتى في الفعل هيقللها هيقللها في رأس الآية اللي هم في الصور العشر طيب ليس رأس آية ورش وجهان الفتح والتقليل وأبو عمر قلل الأسماء الأسماء التي على وزن فعلها قولا واحدا بالنسبة لذوات الراء في إمالة أو في تقليل أبو عمر وحمزة والكسائي وخلف العاشر قولا واحدا بيميلوا ذوات الراء اللي هي زي ذوات اليأوى بس في رأس قبل الألم وفقهم شعبة وابن ذاكوان بخلفوا في لفظ أدريك وأدريكم وإذا أتى بعد ذات الراء ساكن فالسوسي له وجهان وصفا الفتح والإمالة مثل تاري تاري المؤمنين أو تارى المؤمنين هو بيبدل الهمزة القرى التي أو القرى التي بالنسبة للتقليل ورش قولا واحدا في جميع الحالات باستثناء أراكهم عنده أراكهم فتح فيها الوجهان فتح وتقليل هي في الأنفال طيب الألف التي رسمت بالياء في متى وأنا وبلا في إمالة الحمزة والكساة وخلف العشر قولا واحدا بطول الإمالة ملوك الإمالة دولا في التقليل ورش وجهان فتح وتقليل دوري أبي عمر ثلاث كلمات فقط أنا يا حسراتي يا ويلاتي يا أسفا وله وجهان في الأخير فتح التقليل استثنى الجميع من التقليل والإمالة الخمس كلمات اللي انتوا عارفينها ما زكا اللي هي زكا ياني حتى إلى على ولادة رؤوس الآي في إحدى عشر سورة في إمالة وفي تقليل لحمزة والكساء وخلف العاشر قولا واحدا الإمالة يعني سواء كانت ذات راء أو لا استثنى حمزة وخلف طحاها ما ما يلوهاش وتلاها وسجى بير في الشمس واستثنى حمزة فقط سجى في البحر أبو عمر أمال ذات الراء فقط وفي لفظان فقط لشابة اللي هي سوع والسودة عارفينهم انتوا ورثة في القيام ورثة في طاها طيب بالنسبة للتقليل ورش جميعها قولا واحدا وأبو عمر غير ذات الراء لأن لو ما هتبقى ذات راء بالنسبة لأب عمر بيميل أبو عمر بيميل ذات الراء خيب المفروض بيدخل مع دوري بالكسائي فما كان رأس آية مبدلا من التنوين دونكن لا إمالة ولا تقليل جميع لكن ما فاش إمالة من حملها الفرق بين ورشه وأبي هنا المفروض تقول وأبي عمر بيميل بينه اللي بعدها مضاف إيه في الإمالة والتقليل ورش بيقلل إيه رأس آية أو ليس رأس آية لا في الرأس آية حيقللها قولا واحدا ذات الياء قولا واحدا في الصور الإحدى عشر عدد الشمس فيها الوجهان لكي بعدها ها طيب ليس رأس آية عنده في ذات الياء وجهان تقليل أو فتح طيب بالنسبة للإمالة تورش عنده الهاء فقط من سورة طه يميلها الإمالة رأس آية إلهاء فقط من فاتحة سورة طه وليس رأس آية ليس له إمالة عنده إمالة بس الإمالة الرحيدة دي في القرآن طيب بالنسبة لأبي عمر بيقلل رأس آية ذات الياء قولا واحدا في الصور الإحدى عشر ولو ليس رأس آية إلا على وزن فعلة فقط من مثلة الفاء قولا واحدا يعني مثلة يعني فعلة 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 طيب ذي يحيى وموسى وعيس إمالة رأس آية ذات الرأ قولا واحدا وليس رأس آية ذات الرأ قولا واحدا طيب الألف الوقع قبل الرأ يعني مكسورة متطرفة مثل النير إمالة أبو عمر ودوري الكسائي قولا واحدا قالون وابن ذكوان بخلفه وشعبا كلمة هار قبل بيقل الورش قولا واحدا وحمزة في كلمتين فقط دار البوار دار البوار والقهار الألف الوقع قبل رأيني ثانيهما مكسور مثل القرار في إمالة لأبي عمر والكسائي وخلاف العاشر الكسائي هنا كله ما يكون رأين والثاني مكسور وفي تقليل لورش وحمزة قولا واحدا ياخدنا بالنما تكون النار بس يعني راه واحدة دوري الكسائي لو كان رأين الكسائي كله وحمزة هيقلل مع ورش مثوايا المفردة دوري الكسائي وبيقللها ورش بخلفه رؤياك دوري الكسائي وأبو عمر وورش بخلفه آه اوكي خليني بس أشوف اللي صفحة الوراء فيها إني الكلمات كتيرة كده نتوقف إن شاء الله ونكمل المرة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقفنا عندي كلمات ممالة أخرى صفحة 451 جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا